ومن العالمين إلى وقفة اقتصادية بنشرة التاسعة باقة من أخبار المال والأعمال نتحول فيها إلى ميرنائها شكرا لكم إيمان ومحمد والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا اقتتمت فعليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال أفريقيا 2023 الذي استضافه البنك المركزي المصري على مدار يومين وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي وبحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأكد محافظ البنك المركزي أن الموضوعات التي ناقشتها جلسات المؤتمر بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية تدعم جهود الدولة بقيادة رئيس عبدالفتاح السيسي للتحول لإقتصاد الرقمي والتوسع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية بحضور أربعة آلاف مشارك اختتمت فعليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال إفريقيا 2023 بعدد من الجلسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية والابتقار والدفع الإلكتروني زي ما بنقول النوع ده من المؤتمرات دايما بيكون عامل مساعد ورئيسي في توعيد وربط الأحداث ببعضها هي مش خطوة واحدة هي مجموعة من الخطوات فيها شق لي علاقة باللوايح والقوانين الدولة بتصدرها كل يوم عشان تقدر تحط هيكلة واضحة ونظام واضح لنظام الشمول المالي وازاي ندر ندعم القطاع الخاص بشكل كبير دي فرصة كبيرة لكل صراحة الموجودين بمصر نتعرف أكيد مع بعضنا وتحتى تكون تركيب بالفاينانشل انكلوجينز أكيد فرصة تعرفين أن احنا كل اقتصاديات العالم عم تبرؤ بفرصة شوية صعبة بفترة صعبة زمنية أكيد وجود دي الشركات هنا بمصر رح تساعد على تسهيل معاملات أكيد دولية والرقمية على هامش مؤتمر سيملس عقد معرض لأكثر من مائة عارض من شركات التكنولوجيا المالية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها الرقمية بمشاركة العديد من البنوك والشركات المصرية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة بالنسبة للفاينانشل انكلوجين التحاول المالي الموجود في مصر الفترة اللي فاتت فالاتجاه العام للتكنولوجيا بدليل توجه الدولة كلها ده قدت إلى وجود مستثمرين من الخارج جم على شين خاطر ينفستوا زي الشركة اللي أنا فيها دلوقتي بينفستوا برقم كبير ومبلغ كبير في قطاع البنوك وقطاع التكنولوجيا للشركات السوق المصري سوق مهم جداً وسوق مؤثر جداً على المستوى للمنطقة العربية والشرك الأوسط سواء تقديم المنتجات الجديدة اللي نسميها عندنا التكنولوجيا أو المنتجات اللي هي اللي انت تريد تستخدم التليفون بديلاً للبطاقة البلاستيكية سواء في معاملاتك سواء في طريقة الدفع بتاعتك كل التحديثات اللي احنا بنقدمها في الدول تانية الوقت نقدمها كمان موجودة في السوق المصري طبعاً مع الانتفاق مع المظم البنك المركزي المصري ومع البنوك المصدرة تقام النسخة الحالية من المؤتمر تحت شعار بوابة التكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة عدد من البنوك المركزية بالإضافة إلى 150 خبير محلي ودولي عقد وزير البترول لطرق البنلة جلسة مباحثات مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر الخريف تناولت تعميق أوهي التعاون بين البلدين في مجال التعدين جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول في الجلسة الوزرية بعنوان التوازن بين الموارد والمسؤوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطعات التعدين في الدول النامية وذلك ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين الذي انطلقت أعماله اليوم وأشار المل خلال اللقاء إلى ما شهده قطاع التعدين المصري من إصلاحات تمثل خطوات جيدة للانتلاق بأنشطته ومن جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على وجود فرص تكامل بين مصر والمملكة في قطاع التعدين بالاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة التي يشهدها هذا القطاع في كل البلدين نحو الاستفادة من 120 عاما من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية والذي يستمر على مدار يومين منتدى يأتي بحضور عدد من المتخصصين والخبراء الدوليين إلى جانب أكثر من 40 متحدثا من وزراء التعدين وممثل الدول ورؤساء الشركات المحلية والعالمية اليوم العالم بيمثل حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين لتوفير المعادن المطلوبة لقطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة وغيرها وأنا كنت قبل شهر أيضا في زيارة رسمية لمصر وقضيت حوالي ثلاثة واربع أيام تكلمنا عنها في هذا الوقت عن الصناعة والتكامل ما بين المملكة ومصر في القطاع الصناعي وبالفعل بدأنا الحمد لله فريق مشترك اليوم يعمل ما بين الوزارتين للنظر إلى ما هي سبل التكامل في القطاع الصناعي على همش المنتدى تم تنظيم معرضا بمشاركة أكثر من خمسين عارضا يمثلون مختلف القطاعات الخاصة بسلسلة إمدادات التعدين المعرض يتيح الفرصة للحاضرين باستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال خدمات وإمدادات صناعة التعدين هذه فرصة كبيرة لنا للمشاركة بالمنتدى فمصر تحرز تقدما كبيرا في مجال التعدين ونحن سعداء أن نقوم جزء من هذا التقدم لذلك كان لدينا حرص كبير على المشاركة ده أول معرض يبقى منظم للمنتدى المصر اللي هو للتعدين ده أول مرة يبقى منظم كان السنة اللي فاتت برضو كان على سكيل أصغر شوية كل سنة بيكبر السنة دي طبعا إحنا ملاحظين كم المشاركين والوفود اللي جاية من دول مختلفة من ناحية العالم ووزراء وتمثيل عالي فده دليل قبل ما المنتدى يبدأ أنه دليل على نجاحه المتواجدين نهاردة في المنتدى أن احنا نعرض خدماتنا ومنتجاتنا على شركات قطاع التعدين في مصر احنا منتجاتنا طبعا بتوفر وبتسهل عملية الاستخراج والاستكشاف لشركات البترول طبعا التنقيب عن الداهب طبعا المنتدى السنة دي مختلف عن السنة الفاتت فيه طبعا توسع كبير جدا في أرقام الشركات وعددها والأنشطة منوعة وكلها بتخدم قطاع التعدين وده شيء صحي جدا فيري هيلسي لللي جاي لأن احنا طبعا بصدد تغيير كبير جدا بالقرارات الجديدة والقواني الجديدة والتسهيلات العامية للحكومة المصرية في التوجه الأساسي لدعم نشاط التعدين كدعم كبير لرؤية مصر 2030 هذا ويصلت المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين في مصر كما يناقش مستقبل قطاع التعدين والفرص الكبرى التي وفرتها الاستكشافات إلى جانب بحث الترويج للاستثمار بهذا القطاع الحيوي جرمين إبراهيم التلفزيون المصري نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء حول عكس الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزرات بالعاصمة الإدارية الجديدة وأوضح المركز الأعلامي في بياناً أنه توصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة على توفر كافة الأليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الجديدة وإتمام الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الجديدة وكذلك انتقالوا نحو 25 وزارة و10 جهات مستقلة و55 جهات تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالها أنهت البورسة المصرية التعملات على ارتفاع جماعي المؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعملية شراء من المتعملين المصريين والعرب وسط تدولات تقترب من 1.5 مليار جنيه وارتفع رأس المال السوقية بنحو 7 مليارات جنيه يغلق عند مستوى 1.183 تريليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 55 من 100% يغلق عند مستوى 17608 نقاط كما صعيد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 متسوي الأوزان بنسبة تقدر بـ 7 من 100% ليغلق عند مستوى 3444 نقطة كما ارتفع مؤشر EGX100 متسوي الأوزان بنسبة 36 من 100% ليغلق عند مستوى 5130 نقطة وإلى الأسواق الأمريكية حيث انخفض مؤشر Standard & Poor's 500 قياسي بينما يقيم المستثمرون نتائج البنوك الكبيرة مثل مورجن ستانلي وبانكوف أمريكا وذلك بعد انتعاش الأسواق الأسبوع الماضي تحسبا لنتائج وعلامات تبطئ التضخم وارتفع مؤشر داو جونز الصناعية بنسبة 3 من 100% وفي المقابل انخفض مؤشر Standard & Poor's 500 بنسبة تقدر بـ 2 من 100% كما ترقع مؤشر ناس تاك المجمع بنسبة 23 من 100% انتهت أغوار الاقتصاد والعودة إليكم محمد وإيمان شكرا لكي مرنة